شدد وزير الخارجات السعودية عدل إجبار على أن قطر قضية صغيرة أمام الملفات المهمة في المنطقة مؤكدا أن بلاده لا تطلب من الدوحة سوى عدم التدخل في شؤونها والتوقف عن استخدام منصاتها الإعلامية للحض على الكراهية كما أكد الإجبار دعم بلاده للجهود العراقية لإعادة الإعمار بعد الحرب ضد تنظيم داعش كما شدد أيضا على أن إيران هي الخطر الأوحد والأكبر ليس فقط في المنطقة بل في العالم جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجات السعودية أمام معهد إجمونت على همش المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدول الساحل الإفريقي جيفايف والذي انتهى إلى دعم الدول الخمس بمبلغ 414 مليون يورو